ما زالت معاناة السودان مستمرة بسبب الحروب والنزاعات في البلاد تشهد السودان توترات وصراعات مستمرة في مناطق مختلفة مما يؤثر سلباً على الحياة اليومية للمدنيين ويزيد من الأوضاع الإنسانية الصعبة تتضمن تحديات السودان في عام 2014 تدهور الأوضاع الاقتصادية إن عدام الأمن والاستقرار في بعض المناطق نقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية وارتفاء معدلات البطالة كما تواجه الحكومة التحديات في تحقيق السلام والمصالحة بين الأطراف المتنازعة قال السكرتير الثقافي للجالية السودانية السيد مناضل الطيب أن واحدة من ضمن الحلول هي وضع نقاط أمنية في السودان واحدة من ضمن الحلول وضع نقاط آمنة حضراء في السودان النقاط الآمنة تكون بفصل بين قوات ورعاية دولية بأي حاجة الشعب السوداني حاليا يفتش عن الأمن يعني يفتش أن يعيش في سلام دي واحدة من الحلول أنه لازم تكون في نقاط خضراء النقاط الخضراء تكون متوفرة فيها خدمات تعليمية خدمات صحية يكون ما في فيواد قزائية الناس تقدر تدعيش نحن محتاجين للحاجة دي تتوفر في السودان محتاجين لمعالجة وضع اللاجئين خارج السودان وقال أن المجتمع الدولي لا بد أن يتعاون مع الطرفين لقدرة توصيل الإقاثة والمسارات العامة المجتمع الدولي في عديد من خطاباته هو يتعامل مع حكومتين في السودان الحاجة دي تبدو واضحة تبدو واضحة لأي مراقب أما أنا عندي طرفين بيقودوا في حرب الطرفين دي الرئيس ونايب رئيس المجتمع الدولي ما يكون عنده خيار غير أنه يدعون مع الطرفين لأنه لو دار تقسم مناطق السيطرة للطرفين بتلقي فيها غاليم كاملة الحكومة السودانية الجيش بشكل الحالي بتلقي ما عنده وجود يعني في مناطق عديدة فأنا كمجتمع الدولي أو المجتمع الدولي بيكون لا بد أن يدعون مع الطرفين عشان يقدر يوصل للإقاثة عشان يقدر يعمل مسارات آمنة لتوصيل الإقاثة سواء كان قزائية أو سواء كان طبية أو غيرها للمناطق الشهدة الحروب ورغم أن الحروب دي غطت أكثر من 70% من مساحة الدولة السودانية وأضاف أنه يجب في الأول أن يتم مراجعة الأسباب التي أدت للحروب ووضع شكل الدولة بشكل سليم مستقبل الدولة السودانية هي دورة شهدة الحروب منذ استخلالها أو قبل الاستخلال بعام كل المعالجات القاعدة تتم للدولة السودانية قاعدة تتم معالجات موضوعية المعالجات دي معالجات بتخليل مسلسل الحرب دي تواصل في الدولة السودانية أشوف أسباب الحروب أسباب النزاعات التي تمت في السودان أضع مسودة بتاعة دستور حقيقي دستور لكل السودانية وقال أن المجتمع الدولي لا بد أن يتعاون مع الطرفين لقدرة توصيل الإقاثة والمسارات العامة المجتمع الدولي في عديد من خطاباته هو بتعامل مع حكومتين في السودان الحاجة دي تبدو واضحة تبدو واضحة لأي مراقب أما أنا عندي طرفين بيقودوا في حرب طرفين دي الرئيس ونايب رئيس المجتمع الدولي ما يكون عنده خيار غير أنه يدعون مع الطرفين لأنه لو دار تقسم مناطق السيطرة للطرفين بتلقي فيها غاليم كاملة الحكومة السودانية الجيش بشكله الحالي بتلقي ما عنده وجود يعني في مناطق عديدة فأنا كمجتمع الدولي أو المجتمع الدولي بيكون لابد أن يدعون مع الطرفين لكي نقدر يوصل الإقاثة لكي نقدر يعمل مسارات آمنة لتوصيل الإقاثة سواء كان قزائية أو سواء كان طبية أو غيرها للمناطق التي شهدت الحروب ورغم أن الحروب دي غطت أكثر من 70% من مساحة الدولة السودانية وأضاف أنه يجب في الأول أن يتم مراجعة الأسباب التي أدت للحروب ووضع شكل الدولة بشكل سليم مستقبل الدولة السودانية هي دورة شهدة الحروب منذ استخلالها أو قبل الاستخلال بعام كل المعالجات التي تتم للدولة السودانية تتم معالجات موضوعية المعالجات دي معالجات بتخليل مسلسل الحرب دي يتواصل في الدولة السودانية أشوف أسباب الحروب أسباب النزاعات التي تمت في السودان أضع مسودة بتاعت دستور حقيقي دستور لكل السوداني أضع شكل الدولة بشكل سليم بشكل الصحيح المعالجة دي بتوقف الحروب بتبدأ تأسس لدولة عبر إعادة هيكلة الدولة السودانية من جديد لما يقول إعادة هيكلة الدولة السودانية لا أسسني أي طرف إعادة هيكلة الدولة السودانية إعادة معالجة وضع الأحزاب السودانية